اشتركوا في القناة مستثرة تمام نفيذ الشرح نسبت بالبرنامج عادي خالص نفش اي حاجة هنا بيقولك انت موافق على شروط الاستخدام بتقولها accept and next بيقولك هنا لو انت عايز بتحط الشروط الشرط كote للملف البرنامج على الديسكي توب البرنامج يفتح معنا برنامج ده خاني بصراحة جمان نازم اشوف لكم حاجة تانية غيره البرنامج هشغال معنا نفش اي حاجة في معنا نعم البتش لي ده البتش في بيتش نزع مفتح ببرنامج شغال نشوف كده ما هتقوله مع جوجل كروم هاي بعمل ازاي هنشوفه ما هتقوله بمانجر هامل ايه مع جوجل كروم اسف هو عن الحج ما فيش خالص مع جوجل كروم طيب هنجرب بطرقة تانية هطلنا يا ابني هطلنا جوجل كروم هاملنا ربط به كده ما فيش اي حاجة خالص ما فيش بعد الحل التاني ان احنا نمسح نمسح المتصفح خالص نمسح كل الحاجات اللي عليه فهنستنى هو خرج من البرنامج او مانح مو مامع لش يا جماعة جهاز خانيق شوية بس اهو شغال لو حد محتاج اي شرح او محتاج اي حاجة لأي برنامج او عنده مشكلة في اي حاجة يا ريتي يعني لو يكلمني يبعت الرسالة هتلاقوه في الديسكريبشن متاع الفيديو هتلاقوه في الديسكريبشن متاع الفيديو رابط الفيس عندي و رابط الصفحة و تحت امركم في اي وقت نعم تمام نخش كده اكستنشن مفيش ناخرج من البرنامج هنفتح الداولوب مانجر نقول لك هدد لي المكان البرنامج نعم تمام نعم 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 شكرا الموذي الموذي كل prophecy الغابة لا تستطيع نقوم بكثير تضع لطريقة برأس ونضع جوجل كروم نضع نوجد الموذي ونخرج المفتح ثاني مفيش بردك دايش شلال ده تحل الوحيد دلوقتي اللي قدامنا ان احنا نخش على download manager من جوه هتخش من هنا طبعا تركز معي click on menu على ايكونة بتاعت download manager ان كانت بره ان كانت هنا هوا اي مكان click on menu ادوس على البربرتس وعد كده هتقومن فايل لوكيشن هيفتح لك المكان بتاعي الملف هاتفي ملف اخره CRX تقريبا اه هو ده ملف ده تم جاي كده هوا وتفتحك جوجل كروم جوجل كروم هو لسه مفتوح هوا نفتحه ثاني من الاول بردك عشان تبقوا ايه مركزين معي ومعامل setting وهروح على extension وعد كده هم شدد الملف ده كده ومرميه هنا هوا بس يظهر لي ايه ويقول لي هتضيف extension متع الدول لوب منجر بتقول له قد تمام كده هوا كده هتضفم على وتعمل لقونيبل في خيارين هنا هوا هنا هون الخر اولا يقول لك allow for incognito ال incognito ده هوا التصفح المخفي يعني هارف اغلبكم عارفينه لو ممكن تفتح يعني هنا هون فيسه ويفتح على العادي هنا في استاني يقول لك allow access to file url مش عارف هدي بس هنبقى نشوفها مش مشكلة تعلم كده نجرب نروح اليوتيوب يا معلم فين مسلا الفيديو ده اوه ظهرت ظهرت هيا جماعة تمام اي جودة انا عايز احملها كانت 360 عايز زي ما انت عايز نجرب نشغل لو ما فيش اي مشكلة فيه تمام وكنا رب احنا حلنا مشكلة بتاعت ال extension كمان بتاعت ال download manager وادي البرنامج ولا بيجيب لي رسالها مش عارف خطأ ولا مش عارف ولا بتنجان ولا بيجيب ما فيش اهو تسجيل اهو نفتح ثاني البرنامج اهو نخرج منه خالص اهو نفتحه فيش اي مشاكل بليه طلب واحد بس بعد اذنكم اي لو حد عنده مشكلة يبعتليش سلام في مجارة لو تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك للفيس وانتظرون طبعا في دروس ثانيا شكرا طبعا يا جماعة لابس طلب واحد بس عندكم اه ده لينكين مدونة تمام هنا هو انا شرح البرنامج بالصورة بالصور طبعا اهو انا اقول لكم انا شرح لكم البرنامج واللي بتظهر لرسالة دي ورسالة دي ده رابط التحميل البرنامج والبتش تمام اهو اهد تحديث للصفحة تمام طبعا فيه ناس ما بيزهر لهش الرسائلة دي على الفيديو طبعا لتم اننا ابنت ووقتي تجنيلين طبعا طبعا الحلها طبعا انت هتعمل ازي ما في الصورة كده بالظبط هتجيب الملف دوا وهتحطه اين هو هيبتدي ان هو يزير لك الاضافة. طبعا انت لو عندك انت مشكلة انا طبعا شرح في الفيديو طبعا كل حاجة. انا مليش بس اجل طلب واحد. يعني ان انتم بتعملوا سبسكرايب للقناة. وتابعوني على الصفحة. ده رابط الصفحة عندي. تمام? ولو حد عايز يكلمني في عند اي صفصار او اي حاجة يريد لو ابعت لرسالة وده بردك لينك البروفايل عندي وهتلاقوه تحت في الفيديو. اشتركوا في القناة